جيمي نبدأ بالاهلي؟ طبعا نبدأ بالاهلي يا جوري نبدأ بالاهلي الاهلي النهاردة مش عايزة اقول انها مو فجأة كبيرة يعني بس الفكرة انه الاهلي عودنا الفترات اللي فاتت دي كلها انه الاداء بيبقى حلو وانه النتائج جيدة ولو اتعاملنا مع مارس الكوروة فمارس الكوروة ممخسرش اي مبراغر مبراطي كسر عامل اندية وما فهوم ريال مدير وفلمانكم مفهوم بس خسارة الهلال النهاردة هي اكتر حاجة كانت موجعة لجميع النادي الاهلي من زمان طيب خليني هاخد السؤال بتاعك كريم على جزئتين هاخد بس كلمة الاول هل هي مفاجأة ولا مش مفاجأة خسارة الاهلي النهاردة لا خسارة النادي الاهلي النهاردة مش مفاجأة ليه؟ التاريخ دايما ليه كلمة وهنيجي للأداء بعد شوي التاريخ دايما ليه كلمة الاهلي لم يستطع ان يفوز على اي فريق سوداني من اخر انتصار على المريخ سنة التلاتة وتسعين الاهلي لعب الهلال في السودان ست مرات ست مرات لم يستطع فيهم الفوز ولا مرة الاهلي سجل هدف وحيد في الست مباريات الاهلي اخر مباراتين سد التزديدة وحيدة مية وتمانين دقيقة في السودان بتزديدة وحيدة اللعب الوحيد من الجيل الحالي اللي سجل امام الهلال هو محمد مجد يافشي سجل هدف وحيد للنادي الاهلي فان الاهلي يحقق نتيجة سلبية سواء بالتعادل او بالخسارة ما كانتش مفاجأة الاهلي لا يجيد ابدا اللعب امام الفرق السودانية في السودان ايه كمان؟ ان النادي الاهلي اخر مباراة فاز بيها عصرا في بطولة افريقيا من امتى؟ من تمن سنين تمن سنين الاهلي لا يتمكن من احراز الفوز عصرا اخر مباراة اخر مباراة فاز بيها النادي الاهلي عصرا امام باتريت الرواندي اتنين صفر الفين وخمستاشر من تمن سنين الاهلي لا يجد اللعب عصرا جرس انظار النهاردة بنضربه قبل ما الاهلي يروح يلعب القطن الكاميروني عصرا وهيلعب سنداونز عصرا والمباراتين بيشكلوا طوق النجاة للاهلي في النهاية حتى لو الاهلي فاز في مبارياته في القاهرة التلات المباريات لا محتاج يعمل نتاج إيجابية في المباراتين اللي خارج الارض فجرس انظار من النهاردة ان الاهلي لا يلعب عصرا ولا يفوز عصرا وخلاص المباراتين ما يقعدهم محتوطة قردي سواء في بريتوريا او في ملعب جرس ده فيما يخص قصة مفاجأة ولا مش مفاجأة الجزء التاني بقى الاهلي فعل كل شيء كل شيء عشان يخسر النهاردة حضر المباراة بشكل سيء دخل المباراة ببنش في مشكلة كبيرة جدا ولا مهاجم على البنش باستثناء محمد شريف الغير موفق في الفترة الأخيرة عدم تواجد كهربا وشادي حسين على البنش نهاردة علامة استفهام زي ما اثنينا على تحضير كولر في كل المباراة والمواجهات اللي فاتت وزي ما قلنا ان الراجل بيعرف يزاكر خصومه كويس لان نهاردة لا هو مزاكر كويس ولا هو حضر المباراة ويلعب 90 دقيقة في درجة حرارة 31 وبيلعب عصرا والطريقة اللي عبيها في الشوت الأول أثرت عليه مليون في المية في الشوت التاني النادي الأهلي نهاردة بلا اي تزديدة على المرمى اون تارجت يعني قالي سدد لكن ما سددش اون تارجت ولا تزديد ولا تزديد على المرمى النهاردة وتبقى القافة بقى عشان ما طولش في التعليق على المطش يعني وتبقى القافة لما نروح للحالات قافة إضاءة الفرص المزمنة اللي ما لاشحل حتى الوقت شكرا شكرا